ولتحليل أعمق حول انتقاد بايدل لحكومة نتنياهو وتزايد الخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول مستقبل غزة ينضم إلينا من استوديو النيل بالقاهرة الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهراميك لآنا بك معنا أستاذ خالد في القاهرة الإخبارية أهلا أستاذ مونة أستاذ خالد يعني هذه التصريحات حكومة نتنياهو أو رئيس الوزراء الإسرائيلي يجب أن يغير حكومته وأيضا الحكومة هي الأكثر يعني محافظة أو تشددا في تاريخ إسرائيل هذه التصريحات ربما تكون صادمة ربما تكون مفاجئة للعالم يعني برأيك إلى أين تتجه البصلة الأمريكية من الدعم اللامحدود واللامتناهي لإسرائيل هل يعني هذا التحول ربما يكون بسبب الاختلافات الداخلية في السياسة الداخلية الأمريكية وهذا ما شاهدنا في الكنيست وأخيرا من قبل مجلس الشيوخ في رفضه للدعم المقدم لإسرائيل أم هناك أسباب أخرى ربما تتعلق بالانتخابات 24 نعم أستاذ مونة يعني بس دعيني أشير أولا إلى أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من اختار أولا بالخروج إلى الخلافات مع الإدارة الأمريكية إلى العرن لأنه قبل ساعات فقط من الخطاب الذي ألقى الرئيس بايدن في واشنطن في حملة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات خرج نتنياهو في رسالة فيديو مسجلة وقال أنه هناك بالفعل خلافات مع الولايات المتحدة فيما يتعلق ما يسمونه باليوم التالي لحماس فهناك افتراض مسبق من الولايات المتحدة ومن إسرائيل أنه سيتم القضاء على حماس وبالتالي يبدو أن كل المناقشات التي كانت تتم في المحادثات التي استغرقت ساعات والتي أشار لها الرئيس بايدن مع رؤساء هنا في المنطقة العربية مصر وقطر والسعودية وآخرين تتركز على من هي السلطة التي ستحل مكان حماس في أعقاب انتهاء هذه الحرب ولكن المشكلة بالفعل أننا لا أحد يعرف حتى الآن متى ستنتهي هذه الحرب من الأساس وبالتالي يبدو أن بايدن بعد الاستماع لبقاله نتنياهو قرر بدوره الخروج إلى العلن في انتقاد هذه النقطة تحديدا وفي انتقاد الحكومة الإسرائيلية الحالية بل والإشارة إلى أعضاء بالاسم منها وتحديدا وزير الأمن الداخلي بن غفير وقوله أن هذه الحكومة تضر بحتى وجود إسرائيل نفسها وأن نتنياهو أن يتخذ قرارات صعبة فيما يتعلق بمن سيتولى السلطة في أعقاب انتهاء الحرب وعدم السماح لحماس بمارسة هذه السلطة وفي نفس الوقت التصريحات المتشددة من نتنياهو التي يقول فيها ليس فقط أنه لن يرضى باستمرار وجود حماس ولكن لن يسمح أيضا بتسليم السلطة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس وقوله نتنياهو أنه لن يسمح بحماس استان أو بفتح استان في إشارة إلى تنظيم فتح الذي ينتمي له الرئيس محمود عباس ففي موازات ذلك يبدو أن الإدارة الأمريكية خرجت إلى العالم بهذه التصريحات من الرئيس بايدن والإشارة أيضا كما يعني طبعا تناولتم إلى أن هذا الحجم من القصف العشوائي ووصف القصف العشوائي هو لبايدن نفسه أدى إلى تراجع الدعم الدولي الذي تمتعت به إسرائيل تحديدا في أوروبا في أعقاب هجوم يوم السابع من أكتوبر ولكن اسمح لي أستاذة منا يعني أنا قرأت النص الكامل لتصريحات بايدن في أمام الأعضاء الديمقراطيين وحملة جمع التبرعات ولكنها يعني كانت تصريحات المحبة وهو بالأمس فقط ذكر العالم مرة أخرى بايدن أنه صهيوني أنه يؤمن بالدولة الإسرائيلية واليوم في تصريحاته قال مرة أخرى أنه لو لم تكن توجد إسرائيل لكان من الضروري إيجاد دولة إسرائيل من أجل حماية اليهود في العالم وقال أيضا أنه يدعم ملاحقة إسرائيل لحماس وتصفية حماس ووصف حركة حماس بالفعل بقول أنهم حيوانات وقال أنهم مارسوا أعمال إرهابية تفوق ما رأى في أي منطقة أخرى لم يتحدث عن الاحتلال بالتأكيد لم يتحدث أن الفلسطينيين يعانون من ممارسات عنصرية على مدى 56 عاما الماضية أو ما أشار له جوتيرش وأمين العام الأمم المتحدة أن ما قامت بها حماس لم يحدث من فراغ عاد مرة أخرى الرئيس بايدن تكرار كل هذه الروايات التي لم تتأكد صحتها حتى الآن فيما تعلق بقاطع رؤوس الأطفال وحرق الإسرائيليين كل هذه الأمور تحدث عنها بإسهاب أيضا الرئيس بايدن وقال صراحة أنه مهما كان درجة الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الحالية في إسرائيل حكومة نتنياهو فإن الولايات المتحدة لن تتوقف عن دعم أمن إسرائيل ووجود إسرائيل ويبدو أن الأمر تدخل بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي في الشأن الداخلي الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر